دول مجموعة شباب بيختفوا بنت اسمها بومي قبل فرحها بيوم وبياخدوها في مكان مقطوع عشان يختصبوها وبيقولولها انها كده هتعلمت الادب وانها هتسمع الكلام بعد كده القصة بتبدأ قبل الحادثة دي بشهر لما كان بومي بتحضر فرح صاحبتها وبيكون في الوقت ده باباها ارون الان انها ما جاتش لحد دلوقت فبيكلم صاحبه تاج وبيقوله ان بومي تأخر لكن تاج بيطمنه وبيقوله انه ما يقلقش لان البنات بتاخد وقت في اللبس والمكياج والحاجات دي وبعدها بتيجي بومي وبالكنزة علانة انها شافت باباها بيشرب خمر لكنه بيصالحها وبيديها جزمة هدية مسنوعة من خيوط الفضة واللقل وبيقولها ان دي هديتي ليك عشان تلبسيها في فرح كل كمان شهر وبنشوف بعدها جيتو جارهم وبياخد بومي على الموتسيكل بتاعه عشان تروح للمحل بتاع واحد اسمه فيشال تجيب منه حاجات للخطوبة وهناك بومي بتقابل باباها وبيعزمه فيشال واهله على الخطوب وبيكون باين على فيشال انه بيبص على بومي نظرات اعجاب وبيكون باين على انه بيحبها ومتدايق انها هتتجاوز وبعد ما بتمشي بيفضل جيتو هتاريا على فيشال ويقوله ان بومي مش معبرك وانها خلاص هتتجاوز لكن كلام جيتو بيدايق فيشال جدا وبعدها بيروح فيشال لدولي قريبه اللي بيكون معا مجموعة من اصحابه ومعاهم بنت مقضيين معاها الصهر فبيقولهم فيشال انه متدايق انه بومي هتتجاوز وانه لسه بيحبها فدولي بينصحوا انه يروح يتقدم لها تاني دلوقتي وبيقوله ان هي حتى لو تخطبت فهي لسه ما تجاوزتش وانه لسه قدامك فرصة وبيعرفوا انه يتكلم معاها الاول وانها لو وافت يبقى كويس وبيقوله لو ما وافقتش فاحنا معاك وهنسعد وفعلا بيروح فيشاله وبيدي وردة لبومي بيقولها انه بيحبها وعايز يتجاوزها لكن بومي بترمي الوردة في وشه وبتقوله ان انت تجننت وبتعرفه ان هي مخطوبة وان فرحها كمان كم يوم وبتحذره ان يمشي من هنا احسن ليه وبيكون في الوقت ده واحد في الشارع واقف شايف كل اللي بيحصل ده وبيعدي فترة بعدها وقبل الفرح بيوم بتتسل بومي على خطبها عشان ييجي معاها تجيب حاجات لزوم الفرح لكنه بيقول لها انه مش فاضي دلوقتي وانه مش هيعرف ييجي فبتتر بومي انها تكلم جيتو وتطلب منه ان يوصلها وفعلا بيوافق جيتو وبياخدها بالموتسيكل بتاعه لكن في نص الطريق بيوقف جيتو وبيقول لها انه عايز يعمل حمال لكنه لما بيرجع مش بيلاقي بومي فبيفضل يندع عليها وبعدها بتفوق بومي وتكون داخل لانها متخدرة وبتلاقي نفسها في سينما فاضية وبيكون قدامها فشال وهوساكرام اللي بيقول لها انت رفضتين عشان تتجاوزي واحد تاني وانا هعلمك الادب وبعدها بيختصبها وبعد ما بيخلص بيدخل دولي وجلام صحابه وبعد ما بيخلصوا هم كمان بيقول لهم جلام ان هم لازم يقتلوها لكن دولي بيقول لهم ان ملهاش لازمة هي كده كده مش هتتكلم ولا هتفتح بقه لان فرحها بكرة واكيد هتخاف تعرف حد وبعدها بيسبوها في السينما ويمشوا وبعدها بتقوم بومي وتكون مش قادرة انها تقف على رجليها وتفضل انها تتسند لحد ما بترجع على بيتها وبيكون في الوقت ده في احتفالات من عيلتها وعيلت العريس عشان الفرح وبتدخل من غير ما حد ياغوا بباله مع عدم رتك صاحب ابوها اللي بتشوفها اللي بتعرف منها كل اللي حصل لها وبتعرفها ان هي ما تقولش الحد وبييجي تاني يوم معاد الفرح وبتكرر بومي انها تحكي العريسها كل حاجة عشان ما تبقاش بتجدب عليه لكنه ما بيقبلش بالله حصل وبيكرر ان ينادي على اهله وياخدهم ويمشي وبيمشي معه كل المعازيم اللي تابعه فبيتفاجأ ارون ان الفرح في دي فجأة وبيروح عشان يسأل بنته عن اللي حصل فهي بتحكيله عن اللي حصل في الحدث وبعدها بيروح ارون وتاج على الاسم عشان يبلغه لكن الزابط بيقوله ان احنا لازم نغض اقوالها بنفسنا فبيرجعوا على البيت لكنهم بيتفاجعوا ان بومي مش موجودة وبيفضل ارون يدور عليها ويسأل الجران لكنها ما بتكونش لها اي اصل وبعدها بنشوف بومي مخطوفة في عربية وبيقع منها الجزمة بتاعتها اللي بوع عملها لها ولما بتوصل بومي بتلاقي نفسها في غابة وقدامها جولام اللي بيقولها ان اللي اختصبوك كانوا ثلاثة وانا ثالث واحد وبعدها بيقولها في شال وانا بقى كنت اول واحد لكنها بتحاول تجري منهم وتهرب لحد ما بتلاقي راجل مولع نار فبتروح عشان تتحامى فيه لكنه بيطلع دول اللي بيقولها ان انا بقى كنت تاني واحد اختصب وبيفضلوا هم التلاثة يجروا وراها لحد ما بتوصل لجسر وفي الوقت ده ما بيكونش قدامها اي مكان تهرب منه وبيمسكها جولام وبيقولها انت ليه بلغت البوليس فبيروح دولي اتع شعرها اللي كان مسكها منه جولام فبتقع في المية وبيفضل يضرب عليها نار عشان تموت لكن بتطلع بومي بتكون لسه عايشة لكنها بتكون في حالة صعبة وبتروحها المستشفى وبتفضل كل شوية تحلم بكوابيس وتقوم مغدودة وبيفضل ارون يهديها ويعرف منها كل اللي حصل في الحدس لحد ما بييجي معاك جلسة المحكمة وهناك المحامية بتاعت فشال ودولي وجلام بتقول لقارون ان بنتك هي اللي مش محترمة وان كان في علاقة بينها وبين فشال وكانت بتقوله انها هتتجوز وتهرب معاك وبتفضل الجلسة على كده لحد ما بيقوم قارون يعاية ويسحب بنته ويقول ان متنازل عن القضية عشان هو مش حابب بنته هنا تتهزى ويتقال عليها كلام زي ده وان هو كمان ما بقاش مستحمل اكتر من كده وبيروح بعدها كمان يعتزل لجلام وفشال ودوله وبيمشي هو وبنته وبعد فترة بيفضل كل الناس تدايق بوم وبتلاقي رقامها مكتوب على الحيطة ومكتوب كلام وحش عنها فبتفضل تعايت وتقول ان الناس عمرها ما هتنسى لكن بيحاول بابها انه يهديها ويطبطب عليها وبعدها بنشوف مجموعة من الستات داخلين البيت عند قارون واللي منهم بتكون اخت جيتو اللي بتدي تليفون اخوها لقارون عشان يتفرج على الفيديو والفيديو ده بيكون حادسة الاختصاب كلها متصورة واللي بيكون مشارك فيها كمان جيتو وبعد ما بيعرفوا كل التفاصيل بتطلب بومي من ابوها انه يقتلهم كله لكن قارون بيقولها ان احنا هنقتلهم كلهم مع بعض وبعدها على طول بيخطفوا جيتو واللي بياخدوا قارون لما كان فضي وبيفضل يضرب فيه ويقولوا ان انت اللي اكلت البنتي الفاكهة اللي فيها المخدر وان انت اللي ساعدتهم ان هم يعملوا كده في بنتي وبيقوله كمان قارون انه هيموته بس بالبطيق بعدها بيروح قارون لمحل فشال لكن فشال بيكون مرعوب منه اللي اول ما بيشوفه بيعمل حمام على نفسه فبيسيبه قارون وبيمشي وعلى طول فشال بيبلغ دولي بالله حصل اللي بيجيب معه رجالته وبيجيب معه فشال وبيروح لقارون وبيقوله اننا جايين نعتزر وانخلي فشال يتجاوز بومي وانه هو كمان اللي هيتكفل بمصاريف الفرح لكن قارون بيضربهم هم اللي اتنين وبيرفضوا الصلحة وبتيجي الشرطة كمان تقبض عليهم لكن بعدها بيخرجوا هم اللي اتنين بكفالة وبعدها بيرجع قارون تاني لجيتو اللي بيلبسه لبس سيته وبيحطله مكياجه وبيمشيه في الشرع وبيخلي الناس تفرج عليه وبتيجي عربية تخطف جيتو وبياخدوه على نفس السينما اللي حصل فيها الحدث وبيفرجوه على الفيديو وهو لابس سيت وفي الوقت ده بياخد جيتو السكينة وبيموت نفسه وبعدها بيروح قارون لجولامه وبيضربه وبيعلم على وشه بوشه مكتوب عليه مختصب عشان الناس كلها تعرف انه مجرم لكن بعدها بيروح جولامه عشان ينتهي من اللي حصل فيه وبياخد معه رجالة وبيكسر البيت بتاع بومي لكنها لما بيتحاول انها تمنعه وبيضربها ولما بيجي تاج عشان يمنعه ان يضرب بومي بيمسكه جولامه العربية ماشي لحد ما بيتخيب التك في دماغه في شجر اللي بيتنقل بعدها للمستشفى وهناك بيموت لكن قارون لما بيعرف اللي حصل بيروح لبيت جولامه وبيضربه وبعدها بيكتفه وبيوديه عند شريط القطر وبيوقفه قدام القطر وهو جاي ويقتله وبعدها بيشوف دولي وفيشاله الجسة وبيعرف انه الدور جاي عليهم فبيهرب في شاله وبيركب اوتوبيس لكن قارون بيوقف الاوتوبيس وبيضرب في شاله وبعدها بيقتله وبتنزل بومي تقف مع بابها وبيكون رجالة دولي وقفين ودولي بيقوله كويس انك جبت بنتك معاك عشان هتمشي قدامك عريانة دلوقتي تاني وبعدها كلهم بيهجموا على قارون لكنه بيقدر انه يضربهم كلهم بس بيتفاجئ ان دولي ضربوا بسيخ حديد في بطنه فبيقدر انه يشيلوا يكمل ضرب فيهم كلهم لحد ما بيهرب منه دولي لكن قارون بيجري وراه بيكسر ايدي الاتنين وبيروح يقف بيه عند بير عميق وبيقوله انه يعتزل لبومي لكنها بتقوله انه ما يعتزرش ليا بس بيعتزر لكل الستات دي كمان وبيكون قارون مسكوا من شعر فبتروح بومي وطيطع شعر وبيقع دولي في البر ويموت وبعدها بترمي الوشاح بتاعها وراها وبترمي كل الستات اللي وقفين هم كمان الوشاح بتاعها وبيخلص في المنعة لكن